استشهد أكثر من ثلاثين مدنياً وأصيب آخرون بقصف جوي مكثف استهدف أحياء مساكن الفردوس والمغير وساحة الألمجي في مدينة حلب وأفاد مراسلنا بأن عشرة مدنيين على الأقل استشهدوا في منطقة ساحة الألمجي بحلب القديمة بينهم ثمانية أطفال ونساء نتيجة القصف الجوي في حين تسببت الغارات الجوية التي طالت معظم أحياء حلب وبلدات رفيها الشمالي والجنوبي بوقوع مزيد من الأضرار المادية في ممتلكات المدنيين وفي الشأن الميداني أعلن ثوار فجر اليوم تمكنهم من صد محاولة قوات نظام وميليشياته اقتحام حيباني زيد والخالدية ومنطقة الراشدين الخامسة وسط تحليق جوي لطيران الاستطلاع ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من حلب مراسلنا باسل أبو حمزة باسل لو تحدثنا بداية عن المناطق التي طالها القصف الجوي مكثف على حلب وعن حصيلة الضحايا الذين قضوا في المجازر خلال الساعات الأخيرة تقريبا مرحبا بك غيناء أولا طبعا لازالت موجة القتل تشتاح أرواح المزيد من الحلبيين بالقصف الهمجي والهستيري والجنوني على أحياء المدينة المكتظة بالسكان طبعا في اليوم التاسع من الخناق والحصار الناري على أهالي مدينة حلب جراء رصد طريق الكاستلو ناريا عدد كبير من الشهداء والجرحة واحد وثلاثين شهيدا قضوا اليوم بالقصف على مدينة حلب سبعة منهم الباريح ليلا بالقصف على حلب القديمة وأيضا عشرة شهداء قضوا اليوم على حي مساكن الفردوز جراء ستة غارات من الطيران الحربي استهدفت الحي وأيضا حي المعادي الذي استهدفه الطيران الحربي بغارة جوية أدى الاستشهاد سبعة مدنيين وحي بستان القصر أيضا هناك شهيد وعدد من الجرحة فضلا عن الدمار الذي حل في ممتلكات المدنيين وأيضا عود أن الطيران الحربي استهدفه لحي المعادي استهدف مشفى عمر بن عبد العزيز مما أدى لخروجه عن الخدمة واستشهاد طفلة بداخل المشفى طبعا بالانتقال إلى الأحياء الوسطى استهدف الطيران المروحي صباح هذا اليوم حي الصالحين ببرميلين متفجرين أحدهما سقط على جامع الصالحين مما أدى لدماره بشكل كلي وأيضا الأحياء الشرقية من مدينة حلب كحي المواصلات الذي تعرض لغارة جوية أيضا وحي طريق الباب هناك حرائق ضخمة وأيضا حي الصالحين هناك لا تزال عائلتان عائلتان عالقتان تحت الأنقاض لا تزال فرق الدفاع المدني مدعومة بفرق الإسعاف تحاول انتشال الضحايا من تحت الأنقاض وحي الصاخور هناك الآن حرائق ضخمة تحاول فرق الأطفاء أطفاء هذه الحرائق حتى الآن وأيضا قصف عنيف يستهدف طريق الكاستلو وغارات جوية على الأحياء الشمالية الشرقية كحي الحيدرية وحي مساكن هنانو طيب باسل ما هي آخر المعلومات لديك عن معارك الثوار على جبهات بني زيد والخالدية والراشدين في مدينة حلب نعم لا تزال هناك اشتباكات ومعارك كروفر بين الثوار وقوات النظام تارة يتقدم النظام في المعامل معامل الليرامون وتارة يستعيد الثوار زمام المبادرة ويشنون هجوم معاكس على تلك الجبهة طبعا الثوار صباح هذا اليوم أعلنوا استعادة أدة نقاط كانت قوات النظام قد سيطرت عليها في المعارك سابقا البارح ليلا والذي قبله طبعا لا تزال حتى الآن المعارك مشتعلة هناك والثوار في حالة الهجوم تارة كما قلت لك غنى وفي حالة الدفاع تارة أخرى نعم طيب باسل كيف يبدو الوضع الإنساني للمدنيين في مدينة حلب مع دخول حصار المدينة يومه التاسع غنى لا شيء جديد على مدينة حلب طبعا نلاحق القصف كل دقيقة وكل لحظة طبعا الشوارع شوارع المدينة فارغة من السكان لا يوجد فيها سوى الموت كما قلت اليوم التاسع على التوالي من الحصار ورصد النظام ناريا لطريق الكاستيلو هذا الأمر انعكس سلبا على أهالي المدينة عشرات الغارات تستهدف أحياء المدينة وأيضا عشرات الشهداء والجرحى حرائق في المدينة طبعا الحالة مأساوية لا توصف غنى في مدينة حلب يريد تهجير السكان وقتلهم من خلال تلك الغارات في ظل هذا الحصار الخانق على مدينة حلب نعم شكرا لك باسل أبو حمزة مراسلنا من حلب